يعني ما كنت عارفة إن رح أخذ أنا أفضل لعبة كل الفريق يعني they are aiming إنهم يأخذوا هاي البطولة لأنه يعني حلو تطلع بإنجازين بنفس الموسم لازم يساعدونا بالملاعب لأنه إحنا بنلعب بملعب البولو أول مرة بتتوج إنه من دوري لدوري إنه بأخذ الموسمين يعني المركز الأول وكان بالنسبة لي هذا السن الماضي شاركت إنه وقعت مع هذا النادي فصراحة شعور حلو إنه لما وقعت معهم إذننا إنه ناخذ الموسمين وصراحة يعني أكيد بفتخر بهيك ألقاب إني أخذها يعني حصلتي على لقب أفضل لعبة كيف كانت هيك لحظة تلقي الخبر وكيف كان شعورك أنت وكيف كان شعور الأهل بعرف الأهل أكيد مرات إمكن منبسطوا بهذه الألقاب أكثر مننا أكيد صراحة ما كنت يعني يعني ما كنت عارفة إني رح أخذ أنا أفضل لعبة فلما نادوا اسمي حتى كنت إنه أراد يعم بس عم بزبجة دولتي فلما نادوني إنه بس هيك عم بروح هيك الشعوري صراحة كان كتير حلو إنه تعب كل هاي الفترة إنه طلعت مش بس بإنجاز واحد وكمان طلعت بإنجاز إنه فردي طبعا الفريق تاعي ساعدني إنه أخذ هيك لقب كمان فصراحة كتير حلو أهلي كتير كانوا صراحة كمان مبسوطين بس عرفوا إنه أنا كنت أفضل لعبة والحمد لله أني أخذت هذا اللقب حلو كتير طب روز مهام دي أسألك هيك سؤال عميق بتفكري بالإحتراف المستقبل صراحة قبل ما كنت أفكر بس هلأ إن بلى الفكرة كتير موجودة يعني وإن شاء الله ممكن يعني تلقوني واحترفت بمكان يعني حلو روز بهان الأسبوع القادم عندكم بطولة الكأس أكيد هلأ بشغولين بهاي الفترة عم بتجهزون كان صحتكم البدنية وصحتكم النفسية احكي لنا كيف تجهيزاتكم لهاي البطولة صراحة أول شي إنه طلعنا إنه من فرحة إنه أخذنا الدوري عشان هلأ عنا شي تاني لازم نتجهز له اليوم كان في أول تمرين عشان نتجهز للبطول الجاي وصراحة كل الفريق يعني إنهم يأخذوا هاي البطولة لأنه يعني حلو تتلع بإنجازين بنفس الموسم فعمل نتجهز منيح وإن شاء الله إنه نقدر نوصل اللي إحنا بدنا إياه إن شاء الله طب روز محال خلينا هيك ننتقل وتحكينا عن تجربتكم بالمشاركة الآسيوية كيف توصي فيها صراحة هاي أول مرة منشارك بهيك بطولة وهي كانت الفرست فرجن منها فكتير حلو أنك تشاركي فيها صراحة ما حالفنا الحظ ورحنا للدوري ثاني كان منقدر بس فوتبول يعني فيها فوز وخسارة فهلا ورحنا في المرة الجاي إنه إنه السنة الجاي إن شاء الله حيكون عنا إياه ورح نكون متجاهزين إلها أكتر ومنوصل له هدفنا يعني عم نشوف التطور يلي عم بيثير بي الكرة الأردنية وخصوصاً لي السيدات لكن أكيد يعني المشوار لا يزال في بدايته كيف بتشوف في المستقبل بليء النسبة لي كرة القدم لي السيدات وشو بيحتاج للقطاع حتى يتطور بشكل أكبر صراحة هلا إنه هو عم بتطور يعني إحنا ما عملنا وصلنا هيك لفل صراحة عم بزيد إنه الناس صاروا يتابعوا بس بحس إنه لسه السوشال ميديا كل البلاتفورم ستعونها لازم كمان تشجع أكتر بهذا الشيء إنه تنزل أكتر تقلي يعني كل الأندية نسوية إنها تبين لأنه لما نجي هلأ نحكي مثلاً أنه أنا مثلاً بنادي الاتحاد أو إنه مين هدا نادي الاتحاد وين موجود وهي وصراحة كمان بحس إنه لازم يساعدونا بالملاعب لأنه إحنا منلعب بملعب البولو وهذا الملعب صراحة كتير فيه أندية ومنتخبات وكل هاتم يتمرنوا بنفس الملعب يعني صور لازم له مثلاً تجهيز أو يعني إنه يحطونا مثلاً بملعب تاني حشيش يعني لازم من هاي الناحية يضبطوها يعني تحس إنه هاي الأشياء اللي بتنقصكم عشان مثلاً تتأهد يعني آه من الأشياء اللي بتوصلنا صراحة آه أكيد لازم كمان صراح يكون فيه اهتمام أكتر للكر النسوية بالأردن هلأ زادت بس يعني أحسن من قبل بس لازم كمان عشان نقدر نوصل لهدف كل الناس يعني هدفنا إحنا اللاعبات لإيش إحنا بس عم نتمرن هيك لازم نوصل له شيء ويمكن أكيد صعب إنه تحاولوا ترتبوا التدريبات تبعتكم مع تدريبات الفرق الأخرى إذا حكيتي إنه أكتر من فريق عم بتدرب بنفس الملعب يعني الأوقات عم ممكن تكون فيها مشكلة بالترتيب وأكيد بتكثفوا تدريباتكم قبل ما يكون عندكم كأس كيف عم بتحسي البنات الصغار عم بتطلعوا عليك اللي ما يشوفوا كيف تلعب بكرة قدمة صراحة شعور كتير حليو هذا زاد علي ضغط إنه لازم أعطيهم إيش هم يعني إنه لازم أعطيهم الشي المنيح أكيد هلأ رح يشوفوا مثلا الخسرات اللي بخطرها الفوز يعني كفريق وبس يعني زي ما قلت لك علي هلأ ضغط أكتر وكتير بحب لما أشوف هذول البنات وبشجعهم وجد يعني إنه رح أكون من أكبر الداعمين إليهم لأنه بيوم من الأيام أنا كنت محلهم فلما تشوف إنه أنت هلأ صار في ناس محلك صورت أفهم أنا شو كنت حاسة وشو هم هلأ عم بيحسوا فنفس الشي إنه رح أدعمهم أكيد وإن شاء الله صراحة يوصلوا لنفس المستوى حتى أكتر يعني أحسن من هيك طب روزمهان أكيد أنت هلأ عم تحضر المنتخب الوطني للرجال آه أكيد ومشاركتهم تحسينهم ممكن يتأهلوا لكأس العالم؟ صراحة آه لأنه يعني تحضيراتهم حتى بتحسين أنه إحنا مو معاهم هيك بس تحسين روحهم كتير حلوة يعني وللإنجازات اللي عم بوصلوا لها صراحة يعني هم كمان عم بيساعدونا إحنا الكرة النسوية منهم هم عم بيساعدونا الصراحة فزي كنا صرنا هلأ نبني بعض صرنا نبني نشي لبعض فصراحة إن شاء الله مبلا رح يتأهلوا إن شاء الله يعني عن جد دائما هيك بتحس كل فريق بيأثر على الفريق الثاني إذا صار فيه أي إنجاز وطني لأي فريق رياضي إن كان فريق رجال أو إن كان فريق النساء بتحسس هيك الكرة يعني كاملة بتنهب مصبوت أعم روز بهان وأنا وإياك عم نحكي قبل الحلقة يعني لفتني فكرة إنك عم تتفرغي قاعدة لا لعب كرة القدم هل وصلنا بالأردن لمرحلة إنه اللاعب خلاص قادر إنه يعتمد على لعب كرة القدم فقط؟ صراحة لا يعني لسه ما وصلنا لهذه المرحلة ودائما إحنا البنات قصوصا البنات مو يعني ما عنا يعني ما عنا الأشياء اللي بيتقدموها للرجال يعني إن كان مصاري إن كان تأمين الأشياء يعني يعني مش زي الرجال فبس بحس برضو هم الرجال برضو لسه يعني ما وصلوا لمرحلة إنه هلأ بيدروا يتفرغوا من كل الأشياء وبس يركسوا على فوتبول صراحة طيب شو تحسي ناقص عشان هذا اللي يصير هلأ صراحة أكتر شي ممكن أحكي لك هو الاهتمام أكتر يعني مثلا ممكن من ناحية رواتب ممكن من ناحية تأمين لأشياء يعني في ناس ساكنين بعيد يعني بدهم يدفع مثلا المواصلات هلأ ممكن يحكي لهم أكتر من الغاتب اللي نعطيك معهم آه لازم يأمنوا أكتر هاي الأشياء يهتموا فيهم أكتر ممكن بالمنتخب مبلا موجود هذا الشي بس بالأندي لازم يعني شجعوا بهذا الشي أكتر يدعموهم أكتر فلا لسه صراحة طب كيف تلاقي دعم أهلك لإلك بهذا الموضوع؟ أسفاشيلي أنه أنت حكيتي بديك خلاص تركزي على موضوع كرة القدم وديك تحتر فيها تلاقي أهلك دعمين هذا الموضوع ولا حبي أنك تركزي على شي تاني صراحة بالأول لا ما كانوا كتير دعمين بهذا الموضوع بس لما شافوا الإنجازات اللي عم بوصل لها لأ هلأ صاروا صراحة من أول دعمين وهذا خلاني أقدر ألعب بأريحية أكتر يعني صرت مرتاحة وأنا عم بلعب فلا لديك التفكير أن أهلي إش هلأ رح يكونوا عم بيعقوا الضغوطات اللي من أهل أنه صراحة راحة وبيشجعوا هذا الشيء صراحة صار يساعدني بس أكيد بحبوا أنه كمان أنه يشوفوني بشي تاني أنه أشتغل أجرب أنه أخذها فما بلومهم صراحة هاي في بس يعني بعد لقب أفضل لاعب صراحة عب حس أنك أخذت القرار الصحيح أو عم تاخدي القرار الصحيح يعني روز بها شكرا كثير لأنك شكرا كنت معنا مبخورين جداً فيكي وأمن أتمنى لك كل الطب فيك